السلام عليكم ورحمة الله بعدما انتهينا بعون الله عز وجل من أحكام الطهارة وما يتخللها والصلاة وما فيها من تفاصيل والصيام وما فيه من أحكام ندخل إلى باب جديد بمناسبة حلول عيد الأطحى المبارك أعاده الله عليكم وعلينا وعلى جميع المسلمين بالخير والأمن والأمان سنفتح الآن بابا مهما من أبواب الفقه وهو أحكام الحج والعمرة والحج هو ركن من أركان الإسلام لذلك سنفرد له بابا ونفصل به إن شاء الله عز وجل أحكام الحج والعمرة وأدلتها وأسرارها الحج والعمرة التعريف بهما الحج لغة القصد وقال الخليل كثرة القصد إلى من يعظم وشرعا القصد إلى بيت الله الحرام زاده الله شرفا وتكريما لأداء عبادة مخصوصة بشروط مخصوصة وأما العمرة فهي الزيارة يقال اعتمر فلان أي زاره وقيل القصد إلى مكان عامر وشرعا القصد إلى بيت الله الحرام في غير وقت الحج لأداء عبادة مخصوصة بشروط مخصوصة فما الفرق بين الحج والعمرة الحج يختلف عن العمرة من حيث الزمان وفي بعض الأحكام أيضا أما من حيث الزمان فالحج له أشهر معلومات لا يجوز بغيرها ولا تصح نية الحج إلا فيها وهذه الأشهر شوال وذو القعدة والعشر الأوائل منذ الحجة وأما العمرة فالسنة كلها زمان لأدائها معد أيام الحج لمن نوى فيها الحج وأما من حيث الأحكام فالحج فيه وقفة عرفات ومبيت بمزدلفة ومينة وفيه أيضا رمي للجمرات وأما العمرة فلا شئ فيها مما ذكر بل هي كما سياته نية وطواف وحلق أو تقصير ومن جهة أخرى فإن الحج مجموع على وجوبه بين العلماء أما العمرة فمختلف في وجوبها ثانيا زمان مشروعيتهما لعل أرجح ما قيل في تحديد الزمان الذي شرع فيه الحج والعمرة أنه العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخاني لوفد عبد قيسن الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في أول العام التاسع للهجرة وقد سأله عن أوامر التي يجب أن يأتمر بها فقال آمركم بالإيمان بالله عز وجل وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من الغنائم فلو كان الحج مفروضا قبل ذلك لعده في جملة المفروضات في الأوامر التي وجهها إليهم فتبين من الحديث أن الحج شرع بعد العام التاسع من الهجرة حكم الحج والعمرة ودليل مشروعيتهما حكم الحج ودليله الحج فرض باتفاق المسلمين وركن من أركان الإسلامي ولم يخاله ذلك أحد من المسلمين إلا بعض الطوائف الذين يدعون أنهم مسلمين وأما عن الدليل ففي قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وأما في السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هرير رضي الله عنه بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا وأما الإجماع فقد اتفق العلماء على فرضيته من غير أن يشذ منهم أحد ولذلك حكم بكفر جاحده لأن إنكاره لما ثبت بالقرآن والسنة والإجماع يعتبر كفرا واغرا أما عن حكم العمرة ودليلها العمرة فرض كالحج على الأظهر من قول الإمام الشافعي رحمه الله ودليله على ذلك فقد قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله ومعنى الآية أي ائتوا بهما تامتين وأما في الحليس الشريف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عاش رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال نعم جهاد لقتال فيه الحج والعمرة ملاحظات مهمة الأولى كم مرة يجب الحج والعمرة على المستطيع أجمع العلماء على أنه لا يجب الحج والعمرة على المستطيع إلا مرة واحدة في عمره إلا أن ينظر فيه يجب ذلك النذر والوفاء به ودليلهم على ذلك حديث أبي هيروني رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحج فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فعادها ثلاثة ذلك الأعرابي فقال ذروني ما تركتكم ولو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه في الحديث الآخر سأل النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن الصراقة فقال عن العمرتي يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج ورددها مرتين لا بل لأبد أبدا رواه مسلم الثانية هل يصح تأخير الحج والعمرة لمن وجب عليه أم عليه أداؤهما فورا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الحج والعمرة لا يجبان على الفور بل يصح تأخيرهما لأن العمر كله زمان لأدائهما لكن بشرط العزم على الفعل في المستقبل وهذا لا ينافي أنه يسن أداؤهما عقب الوجوب فورا مبادرة إلى براءة الذمة ومسارعة في طاعة الله عز وجل وقد قال تعالى فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ثالثا كم عمرة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وكم مرة حج في عمره عن قتادة رضي الله عنه قال قلت لأنس كم حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال حجة واحدة واعتمر أربع عمرات في ذي القعدة وعمرة في الحديبية وعمرة مع حجته وعمرة الجعلانة إذ قسمت غنيمة حني ونأتي إلى سؤال مهم ما الحكمة من الحج والعمرة وما فائدتهما لقد شرع الله عز وجل لعباره الشرائع وفصل لهم الأحكام تحقيقا لمصالحهم العاجلة والآجلة في الدين والدنيا ولقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم في الحج فقال ليشهدوا منافعا لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات على ما رزقهم من بهيمة الأنعم فاكلوا منها وأطعموا البائسة الفقير قال ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه في تفسير هذه الآية إنها منافع الدنيا والآخرة أما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدنة والذبائحة والتجارة وفي الحقيقة لو أردنا تفصيل كلام ابن عباس وتعديدات المنافع الدينية والدميوية التي أشار إليها لتحصل لنا كثير من هذه المنافع أولا اجتماع المسلمين اعلم أن مبدأ هذا الدين على الاجتماع والتألف بين المسلمين لذلك جعل الله تعالى معظم عباداته المشروعة سبيلا لألوان من التلاق فيما بينهم جعل لهم لقاء يتكرر كل يوم خمس مرات على مستوى الحي الواحد للبلدة وشرع لهم تنظيم ذلك الاجتماع في صلاة الجماعة وجعل لهم لقاء آخر يتكرر في كل أسبوع مرة على مستوى البلدة الواحدة والبلد وشرع ذلك في تأدية صلاة الجمعة وجعل لهم لقاء آخر يتكرر فيه كل عام على مستوى البقاع الإسلامية كلها وشرع لتنظيم ذلك الحج إلى بيت الله الحرام ثانيا احياء حقيقة الإخوة الإسلامية وإبرازها بشكل محسوس بحيث لا تؤثر عليها حواجز اللغات وتباعد البلدان وخير وسيلة لإحيائها تلاقيهم حول بيت الله العطيق يلجأون إلى ربهم بدعاء واحد واتجاه واحد ثالثا شد المسلمين جميعا مهما تباعد ديارهم إلى محور مكة المكرمة التي هي مشرق الإسلام في الأرض والتي منها انبثق نور التوحيد إلى أقطار الأرض جميعا لتكون رمز توحيدهم وتجسد مبدئهم رابعا هو مظهر من مظاهر المساواة بين المسلمين تسقط فيه سائر الاعتبارات التي تميز بها الناس عن بعضهم البعض وتحملهم على التفاخر في الملابس والمسكن ففي أعرافات ومثلها في ميناء وعند رمي الجمرات وفي الطواف يكاد يوضع الغني ولا يعرف الفقير ويستوي السيد والمسيود والخادم والمخدوم وتغمر الجميع روحانية واحدة وهي دشب القرب بدل الله عز وجل وتطلع رضوانه حقا إنه مظهر رائع يذكر بالمبدأ حين يخرج الناس من بطون أمهاتهم سواء لا رمزية لأحدهم عن غيره كما يذكر في المعاد حين يقوم الناس لرب العالمين حفاتا أراتا لا أحساب ولا أنساب خامسا والحج كذلك أكبر مذكر يذكر المسلمين حال آبائهم وأسلافهم من الأنبياء والمرسلين فكل موقف من مواقف الحج مرتبط بحدث يثير في مشاعر الحجاج كثيرا من الذكريات وعند البيت يتجلى في خاطر المؤمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه الصلاة والسلام وهما يبنيان البيت العاطيق ويتتجلى صورة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحجر الأسود ويطعن الأصنامة لتهوية على رؤوسها مخزية ومنتهنة وعند الصفى والمروة يتذكر المسلم هاجر عليه السلام وهي تسعى بينهما تطلب الماء لولدها إسماعيل أو في ميناء عند الجمرات نتذكر موضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يعارض الشيطان ويخالف أوامره يرجمه بالحصى ويقبل على امتثال أمر الله عز وجل ويمتثل أمر الله عز وجل في رؤياه من ذبح ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام وفي عرفات تثور في ضمير المؤمن بواعث التطلع إلى رحمة الله عز وجل والأمل بمغفرته تعالى ولا يقيم عن بصيرته ذلك الموقف الرائع الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على ناقته يعيظ الناس ويخطبهم ويقرر لهم مبادئ الحياة الرائعة والمساواة العادلة والأخوة الصادقة ويحذرهم من العودة إلى مساوئ الجاهلية فيقولوا أيها الناس إن ربكم واحد كلكم بآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على أعجميه إلا بالتقوى ألا لا تعودوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض سادسا أضف إلى كل ذلك ما ينال فقراء المسلمين في تلك البلاد في ذلك الموسم المبارك من رزق الذي يغني فقيرهم السنة كاملة من اللحم والطعام تحقيقا لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال في القرآن الكريم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سابعا والحج تربية للجسم على الخشونة وتحمل المشاق والصبر على المكار وتربية للخلق على التواضع والتسامح وحسن المعاشرة وطيب الملاطفة وتربية للنفس أيضا على البذل والتطحية والصدقة والإحسان وتربية للضمير على الطهارة والرقابة لله عز وجل في سورة البقرة حيث قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقوى اشتركوا في القناة